اشتركوا في القناة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكر انضمامها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وإلى رؤساء وأعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص على تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة المجيدة وحضورهم الاحتفالات الوطنية وإلى جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها وإلى رؤساء الجمعيات الوطنية ورؤساء وأعضاء الأنذية الوطنية والاتحادات الرياضية والفعاليات الوطنية وإلى رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الأعلام المختلفة وإلى المقيمين على أرض مملكة البحرين العزيزة وإلى جميع من شاركنا في هذه الاحتفالات الوطنية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وفيض مشاعرهم بمناسبة ذكرى عيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات أو الإعلان في الصحف المحلية والشوارع الرئيسية وإبراز مظاهر الاعتزاز بالعيد الوطني وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك المفدى في مختلف محافظات المملكة من خلال إقامة الاحتفالات والمهرجانات والمسيرات الشعبية وبما فاضت به قريحتهم من قصائد جبيلة ومقالات معبرة ومقابلات إذاعية وتلفزيونية وجميع أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبات الوطنية المجيدة وأن يديم على البحرين العزيزة أمنها واستقرارها وما تنعم به من نهضة وتقدم وازدهار ونستذكر تضحيات شهداء الوطن الكرام الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن الوطن وضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والإخلاص الوطني مقدرين تفاعل الجميع مع يوم الشهيد البحريني بكل فخر واعتزاز